المشاكل الكثيرة والفوضى التي عانى منها أصحاب وكالات كراء السيارات طيلة سنوات دفعت الجمعية الوطنية لوكالات كراء السيارات لصياغة دفتر شروط مفصل يضمن لها حقوقها التي لطالما هضمت من طرف الزبائن بطريقة أو بأخرى قمنا اليوم بتنظيم الملتقى الوطني الأول للجمعية الوطنية لوكالات كراء السيارات بولاية ورقلا واخترنا ولاية ورقلا نظرا لأنها قطب اقتصادي بامتياز وتزخر بالعديد من الشركات الأجنبية التي تعتمد على نشاطها في كراء السيارات وقمنا بسياغة دفتر شروط بالتشاور مع جمعية حماية المستهلك لحماية أصحاب وكالات السيارات من جهة ومن جهة ثانية حماية الزبون أروقة المحاكم وفي كل ولايات الوطن لا تكاد تخلو من قضايا النصب والإحتيال والسرقة التي تتعرض لها وكالات كراء السيارات يوميا وضع دفع بالجمعية الوطنية لعقد عدة شراكات تجعلها في منآن عن اتهامات المواطنين أهمها شراكة مع مؤسسة تركيب نظام التعقب الآلية وأخرى مع شركات التأمين عقدنا شراكة مع شركة تبيع السيارات والشاحنات والعتاد بالتقصيد كما قمنا بشراكة مع شركة لتحديد مواقع السيارات لحمايتها من السرقة الجي بي اس كما قمنا بعقد شراكة مع شركة عقد التأمين سياناما لأن أصحاب وكالات يعانون كثيرا من جانب التأمين والتعويض السريع والحوادث المخاطر التي يتعرضون لها سيكون إنيساتي في جديد ليسمح للوكالة السيارات أنهم يقتنوا السيارات بتقصيد الاتفاقية اليوم إن شاء الله نعقدت في ورقلة ويستكون تشمل الكارنت في بلايات جميع المنخرطين تلك الجمعية يخدوا ويسفادوا من العرض لأن العرض نحن نشوف عليها إن شاء الله الأسبوع الخادم ليكون تكون مفصلة بليح أنشطة كراء السيارات والتي تعرف رواجا مهما حاليا خصوصا في الشق المتعلق بالتأجير طويل الأمد والمؤسساتية وكذا خدمات تأجير السيارات للأفراد بشكل موسمي خاصة في فصل الصيف والعطل بات يتطلب من الجميع المساهمة لسد الفراغ القانوني في هذا الجانب لتمكين وكالات كراء السيارات من ممارسة نشاطها بعيدا عن كل المخاطر